سلام الله عليكم ازايكم؟ فيديو النهاردة هيكون مهمة للناس اللي هم عايزين يعملوا اعرينات على انستجرام وبالفعل راحوا على اساس ان هم يعملوا اعرينات على انستجرام بس شافوا ان الموضوع مكلف جدا فانا النهاردة بازن الله هقولك ان انت ازاي تقدر تصمم اعلان باقل سعر ممكن حرفين اقل سعر ممكن يعني لو انت رحت عندك على مواقع زي مواقع فايفر او غيره بيكلف معاك ما يقرب حوالي مية وميتين وثلاثمية دولار فانا الفيديو ده بازن الله هقولك باقل سعر ممكن سعره اصلا لا تتخيله هتقدر تعمل اعلانات غير محدودة لانستجرام وكمان للفيسبوك والتيك توك زي ما انت حابب بطريقة بسيطة جدا اسكان لمنتج او لتفاعل او غيره فانا النهاردة في الفيديو ده هقولك ان انت ازاي تقدر تصمم اعلان بالتفصيل الممل للناس اللي هي دايما بتشتكي اللي انا بصرع في الفيديوهات النهاردة الفيديو ده ليكم انا همشي معاك خطوة بخطوة وهقولك ان انت ازاي تقدر تعمل اعلان وده هيكون موضوعا عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده لو اول مرة تشوف خنا تشترك فقنا وفعلي الجرس ويلا بينا بقى دلوقتي نروح للشرح تماما شباب نيجا بقى دلوقتي للخطوة التانية واللي هقولك فيها ان انت ازاي تقدر تعمل اعلان على انستجرام بسهولة شديدة وبقى اقل تكلفة ممكنة حرفين حتى لو انت ما عندكش خبرة في التصميم طبعا كلنا عارفين ان اعلانات انستجرام بتتجزق لجزئين اللي هو الجزء الصوري والجزء الفيديو والفيديو عموما دايما بيجيب تفاعل رهيب بجانب برضو لو انت مسلا بيتبيع منتجات او لو انت حابب تكبر حساباتك او حاجة فدايما الاعلانات الفيديو بيجيب افضل تفاعل وافضل اداء ممكن عن الصور او عكس الصور وده شيء معروف حتى على الفيسبوك طيب طبعا لو انت عندك خبرة ان انت ازاي تقدر تصمم اعلان من البداية للنهاية على انستجرام الموضوع هيكون سهل جدا بالنسبة لك بس الفيديو ده للناس اللي هما ما عندهمش خبرة وطبعا لو انت ما عندكش خبرة فدايما انت بتتاجه لحاجة اولى وهي المواقع اللي بتقدم الخدمات المصغرة لو انت مسلا روحت هنا عندك على موقع فايفر الاشهر على الاطلاق يعني اللي هو بيقدم خدمات مصغرة لو انت مسلا روحت وشفت مسلا الاعلانات الشورتس او يعني الفيديوهات القصيرة المتعلقة بانستجرام او تيك توك او غيره لو انت بصيت هتلاقي عندك ان الاعلان الواحد هيكلفك 310 دولار رقم مبالغ فيه حرفيا انا عارف ومتأكد ان مفيش حد حتى هيدفع ربع المبلغ ده في ان هو مسلا يعمل اعلان اه او مسلا يصمم اعلانه على انستجرام خلينا نكون صرحة محدش هيدفع 310 دولار دي خالص الشخص التاني بيقول لك ان انا عايز 150 دولار او 125 دولار عشان اقدر ان انا اعمل لك اعلان اعلان ال 360 لها غالبان شوية 15 دولار ورغم ان ال 15 دولار دول تمام هو بيعمل لك هنا صور او اعلانات صور مش اعلانات فيديو بس حرفيا انا هقول لك بال 15 دول دول بقى ان انت ازاي تقدر تعمل اعلانات فيديو احترافية بعدت غير محدود من المرات وطبع ما انا شرح لحد النهاية لو انت بسطت لا عندك الاسعار مبالغ فيها اقل واحد حرفين هنا 15 دولار والباقي بقى 39 75 ومش عارف ايه الكلام ده كله طيب لو انا قلت لك اني ان انت ممكن بسعر 15 دولار اللي انت هتدفعهم في الاعلان ده اللي هو يعتبر اعلان صور عادي جدا انه تعتبره صورة واحدة هنا حرفيا انت ممكن تقدر تفتح حساب على موقع ان فيديو حساب بيزنس لمدة شهر ويكون عندك عدد قوالب غير محدود فوق الخمس او يعني فوق الخمسمائة الف اه 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 فوق الخمس تلاف قالب اعلانات تقدر تعدل ما بينهم زي ما انت عايز يعني بدل ما تعمل اعلان واحد ب 15 دولار لا انا هقول لك ان انت زي تقدر تعمل اعلانات زي ما انت عايز ب 15 دولار موقعين فيديو اللي ما يعرفش طبعا يعني اللي ما شافش ليه فيديوهات قبل كده انا تكلمت عن الموقع ده كتير الموقع ده يعتبر برنامج مونتاج اولاين برنامج مونتاج حرفين اولاين تقدر تعمل حتى من عليه انترو ليه فيديوهاتك على اليوتيوب طيب لو انت جيت هنا عندك هتلاقيه عندك ان الموقع ده بيقدم لك اكتر من خطة الخطة اللي انت بتشتريها مرة واحدة في الحياة وخلاص انتهى الموضوع اللي هي الخطة بتشتريها مرة واحدة في الحياة برمية دولار وانتهى الموضوع بس لو انت حانب ان انت توفر ازن هنا بيددك مجموعة من الخطة الخطة المجانية ده لو انت حانب ان انت تجرب الموقع بس يعني من غير ما انت هتدفع حاجة تمام ولولو الموقع عجبك تقدر بها إن انت تنقل على الخطة التانية اللي هي البيزنس اللي هي يعني سعرها خمسة شر دولار عندك بقى الخطة التالتة واللي هي Early وعندك دي خطة يعني تلاتين دولار في الشهر. الفرق ما بين الخطتين دول ان هو هنا بيديك مجموعة من الفيديوهات عالية الدقة بجانب ان هي بدون علامة مائية لان الخط المجانية فيها علامة مائية. الخط المدفوعة ما فيهش علامة مائية بخمساشر دولار في الشهر. بجانب ان هو هنا بيديك مجموعة من الادوات اللي انت عايزها. كمثال زي او يعني والحاجات دي كلها هتكلم عنها بازن الله. الخمساشر دولار شايفهم غالقين ممكن ان انا قديك كوبون دلوقتي قدامك على ايشاش تقدر تستخدمه وتاخد كمان تقفيد فوق الخمسة الشهر دولار دول. خلصنا من الحوار ده. فتح حساب على الموقع عامل ازاي? طبعا رابط التسجيل في الموقع هتلاقي عندك في رابط الموضوع لموجود تحت في الوصف او اول رابط موجود تحت في الوصف. هتجي هنا عندك على سينب. على اساس ان انت تفتح حساب. طبعا هنا فتح حساب عليه بسيط جدا. اول حاجة يا هتفتح عن طريق جوجل. يا الفيسبوك يا بالطريقة التقليدين انت بتكتب الاسم الكامل والايميل والباسور. وبعد كده تدوس هنا عندك بيبعت لك ايميل على اه البريد الالكتريني بتاعك بتاكتب الايميل ده وخلاص انتهى الموضوع. بما ان انا عندي حساب بالفعل فهخش عندي على طول عليه. هخش هنا عندي على وخش عندي على طول على الحساب. زي ما انت شايف او زي ما انا قلت لك اني بالفعل الحساب هنا بيديك مجموعة من الخمستاشر والتلاتين. طيب لو انت جيت هنا ادخلت عندك في الصفحة الرئاسية الخاصة بالموقع هتلاقي هنا عندك مجموعة من الخيارات. اول خيار وهو ده. التمبلت اللي هنا بيديك مجموعة من التمبلات كتيرة جدا. تقدر تختار ما بينها زي ما انت عايز. وبيقدم لك ميزة ان انت مسلا يعني تحول النص الفيديو ودي لو انت حابب ان انت تعمل شغل على اليوتيوب بس مسلا يعني مش حابب تظهر بوشك او حاجة تقدر تاخده النص وتحوله الفيديو. عندك هنا ده لو انت مسلا حابب صور او فيديوهات او اي حاجة تقدر ان انت تستخدمها بشكل مباشر. تمام? اكتر من مليون عنصر تقدر ان انت تستخدمه. وعندك ده لو انت مسلا عندك فيديوهات على الجهاز حابب ان انت تتمنتجها بس ما عندكش برنامج منتج. فحرفين موقع جبار. طيب انا هنا القسم اللي محتاجه دلوقتي هو القسم ده اللي هو التمبلت. لو انا جيت اتقلت عليه. طبعا انا قلت ان هنا محتاج اعمل اعلان عندي على انستجرام. زي ما تشايف ان هنا قدامك في مجموعة من القوالب. اكتر من خمس تلاف قوالب. تقدر ان انت تختار ما بينهم زي ما انت عايق. انت مسلا حابب تعمل مسلا نقول اعلان عن الرياضة. تمام? لو انت جيت هنا مثلا عندك على الرياضة. هتلاقي عندك هنا اعلانات كتيرة جدا او قوالب كتيرة جدا جهزة للرياضة. كمثال مسلا انا يا سيدي عندي اعزاكم الله حابب ان انا اعمل اعلان عن كوتشي تمام اقدر ان انا مسلا اجي هنا هو واختار مسلا الاعلان اللي انا عايزه طبعا ده للانستجرام اما مثلا انا حابب اعمل اعلان عن اه مثلا اه الرياضة او ايفنت نفس الشيء عند قوالب جهزة قوالب دي حتى تقدر تخدها وتعدل عليها تقدر حتى اللي انت هنا كمان تكتب كلمة انستجرام وهنا يظهر لك مجموعة كتير جدا من الخيارات زي ما انت شايف كاكل تقدر هنا مسلا تيجي هنا تكتب فود فحرفين عندك قوالب كتيرة تقدر الاختار اللي انت عايزه على حسب الحاجة اللي انت حابب تعمل لها اعلان فقط اكتب التخصص بتاعك انهو وهتلاقي قوالب كتير انا عن نفسي هستخدم انستجرام عشان ان انا اعدل عليه اولا ما اجي عليه طبعا هلاقي عندي هنا في قوالب كتيرة جدا اقدر اختار القالب اللي يعجبني كمثال يا سيدي القالب ده انا حابب مسلا سخدم القالب ده مجرد ما انا اجي عليه اقدر ان انا اعمل لي معينة تمام زي ما انت شايف بعملGHAMU عاينة بشوف هال فعلا القالب كويس اقدر ان انا يستخدمه جميل او ذا لنا ما احتاجه دلوقتي طبعا هنا عالجنب في مجموعة من المأسات عندك ستاشرة في تسعة اللي هو مأس اليوتيوب عندك اللي هو الف في الف او الواحد في واحد دالي الخاص بمأسات اناستجرام وعندك هنا تسعة في ستاشر اللي هو يعني المأسات الخاصة بالشورتس. او اليوتيوب شورتس او انستجرام وغيره. فانت تقدر تختار المقاس اللي انت عايزه. فطبعا لو هو على الصفحة الرئيسية الخاصة والانستجرام ازان هيكون واحد في واحد او الف في الف. بعد كده تروح جاية هنا عندك على كلمة عشان تبدأ ان انت تستخدم ده. في هنا نقطة حابة بقولك عليها لو انت بتستخدم اضافة انصحك ان انت تشيلها او تعطلها على الموقع ده لاني الموقع مفوش اعلانات. بس في بعض الاحيان بيبقى فيه سكريبتات بيعطاله ان هو يشتغل بشكل كويس. دلوقتي عندي ساعة ما الموقع فتح هيكون بالمنظر ده. انا دلوقتي محتاج اعدل على الشغل بتاعي. اعمل ايه? الموضوع بسيط جدا. كل حاجة هنا عندك موجود عندك حاجة تحت اسمها وموجود هنا عندك تقدر تختار ما بينهم اي حاجة انت عايزها. ودلوقتي هعدل على الشغل ده وهوريك ان انا قدر ازاي اعدل عليه. في البداية هنا طبعا بيقول لك ان انت حابب تضيف لو انت مسلا عندك لوجو ليك حابب تضيفه. لو مش عايز لوجو تضيف هتشيله خالص من هنا هوا. مجرد ما تدوس على كلمة لوجو بتقدر تضيف اللوجو اللي انت عايزه. دلوقتي يا سيدي زي ما انت شايف ان هنا في مجموعة من الكلمات. الكلمة دي والكلمة دي والكلمة دي وكل حاجة. زي ما انت شايف ان اي حاجة انا حابب ان انا استخدمها او احدد عليها في الصورة او في الفيديو اللي انا حبي اعدل عليه مجرد ما انا هدوس عليه هو بيتحدد لوحده. اخدت بالك اهو انا مسلا هنا محتاج اعدل على الكلام ده. اروح جاي مسلا كاتب اه انا مسلا سيدي حبي بقى بالاعلان عن احزية رياضية. اروح جاي مسلا هنا محدد على الكلام ده مرتين هيظهر لي عندي على الشمال زي ما انت شايف. اروح جاي مسلا هنا كاتب افضل نقول مسلا اه افضل الاحزية الرياضية. افضل الاحزية الرياضية. زي ما انت عدلت على الاسم. طيب هنا هتقول لها بلطيف الخط ده مش عاجبني. الخط ده مش جميل. هل في طريقة انا غير الخط? هقول لك فيه لو انت جيت هنا عندك على فون تقدر هنا ان انت تغير الخط اللي انت عايزه. في عندك خطوط كتير جدا. هتقول لي بس دي الخطوط كلها اجنبي اعمل يا انا عايز خطوط عربي وعندي خط واحد انا حابب استخدمه. هقول لك بس كده الموضوع بسيط جدا. لو انت جيت هنا عندك وكتبت مثلا خطوط عربي على جوجل. هيزهر لك هنا عندك مواقع كتير جدا بيتقدم لك خطوط عربية. تقدر ان انت تبحس عن انت عايزه اي خط يعجبك من الخطوط العربية تقدر ان انت تبحس عنه وتستخدمه. كمثال انا مسلا ابحس عن خط معاكم دلوقتي. كمثال يا سي دي الخط ده اللي هو عجبني. الخط ده عجبني. اروح جاي. دايس عندي على تحميل. وارح هنا انتظر لحد اللي هو يعني تحميل مباشر. وانتظر عندي لحد ما الخط يحمل تحت زي ما تشايف انه هو حمل. اروح هنا رايح عندي على موقعين فيديو تاني. وارح هنا رايح عندي على او ان انا اقدر ارفع من عندي. واقدر طبعا اختار اللي انا عايزه. كمثال ده اروح جاي ام اختاره. وانتظر لحد اما يرفع معي. الموضوع ما بيخدش ثواني حرفين. ده طبعا ده على حسب ايه سورة الانترنت عندك. او لما يخلص هزهر لك هنا علامة ضني دي هتبقى بلول الازرق. وكده خلاص زي ما تشايف هتدوس عليها. انت كده بالفعل ضفت الخط. هتلاقي عندك الخطوط ان انت رفعتها هنا وهي. الخط ده. اقدر ان مسلا انا اعدل عليه هتشوف بص الخط بقى عامل ازاي. او الخط ده مسلا انا رفعته قبل كده. شفت يعني حرفين بيبقى شكله عامل ازاي شكله جميل قوي. زي ما انت شايف شكل احترافي حرفين. افضل الاحزاية الرضية. اقدر بقى ان انا غير الخطوط زي ما انا عايز. مسلا كمسال هنا. افضل الاحزاية الرضية. حابب مسلا اعدل على الكلام ده. اروح جاي محدد عليه. ده يصدب الكليك. وروح هنا مسلا احزاية مريحة عملية. شفت عملية. طبعا الكلام كبير حابب ان انا اصغره. اروح جاي هنا عندي. على الخيار ده اللي هو الستين ده. اروح جاي مسلا ما قالوله لحد عندي تمانية اربعين. زي ما انت شايف اقدر احرك الكلام زي ما انا عايز. اقدر اغير لوني لو حبيت. لو انا جيت هنا مثلا عندي. لو اقدر اغير لونه. خليه مسلا احمر. اسود. اي لون انا عايزه. بس اخليه اوضع زي ما كان. عشان هو ماشى مع التصميم. طيب زي ما انت شايف اقدر غير لونه. طيب اجي مسلا هنا تحت اكتم مسلا ضبل كليك عليها. واكتم مسلا احزية انسيابية جمالية مهلبية. مش اي حاجة يعني. زي ما انت شايف. اقوم جاي مسلا مقالي الخط شوية. بدل مسلا خليها مثلا يعني تمامينة واربعين. ومن نزلها تحت شوية كده مثلا. طيب. في مسلا الصورة بتاعت الستة دي انا حابب ان انا اشيلها. اعمل ايه? موضوع بسيط جدا اروح جاي عليها محدد عليها. اروح هنا جاي عندي على امج. وهنا طبعا انا عملت اعلان عن احزية رياضية. فبالتالي انا محتاج ابحث عن حزاء رياضي. قدامي خيارين. يا اما يكون عندي صورة بالفعل مسبقة عندي على الجهاز. اقدر ان انا ارفعها من ابلوض هنا هو اقدر رفع الصور اللي انا عايزها. او ان انا اجي هنا عندي على امج وابحث عن الصورة اللي انا عايزها. او مسلا ابحث على اي صورة ايا كانت. افتراضا هنا مثلا انا حابب ان انا ابحث يعني عن اعزاكم الله عن جزمة. اروح جاي مسلا هنا كتب شوز. هيظر عندي صور احزية. اقدر اختار اللي انا عايزه. يعني كمثال هنا مسلا نشوف مسلا اي صورة الحزاء. الحزاء ده مسلا. اقدر ان انا اسحبه. طبعا أحدط هنا عندي على الصورة الأول. بعد كده كده أروح sairين ساحب الصورة دي واروح جاية حططها فوق الصورة دي. بص هنا هيحصل ايه? هيقول لي انت حابب ان انت تبدل الصورة القديمة بصورة الجديدة ولا انت حابب تحط الصورة دي فوق الصورة القديمة. هقول له لأ انا حابب هنا ابدلها. فمجرد ما اردوس عليها هتلاقي اي Legends صورة تبدلت. بتقول لي ثانية واحدة عب لطيف. في مشكلة هنا. الصورة اللي انت حطتها دلوقتي فيها خلفية. خلفية بغضة انا مش عايز ده. طبعا هتحدد الاول عندك على الصورة. بعد كده هتيجي هنا عندك على ثم هتيجي هنا عندك على هتدوس عليه وقت انتظر لحد اما يخلص. طبعا هنا دلوقتي عن طريق الزكال الصناعي الخاص بمعقع انفيديو هيشلك من الصورة ويقصها لك بشكل احترافي جدا جدا زي ما انت هتشوف دلوقتي. اي الخلفية البيضاء انت شلت خلص. طبعا ده انطبق بقى على اي صورة اي انكلت مش مهم من الخلفية بتاعته. اروح جاي طبعا قاصص زي ما انت شايف بالمنظرة ده كده. طبعا ما اقلل يعني او محدد عليه عشان ما اخوتش مصاح على الفاضي. اروح جاي دايس عندي على ضن. وزي ما انت شايف دلوقتي انا شلت الخلفية الخاصة بالصورة. اقدر ان انا مسلا اديها نسبة ميلان شوية عشان تكون شكلها حلو. واحركها زي من عايز. بص بحركها ازاي? زي من عايز حرفين. اقدر احرك حتى السهم ده زي من عايز. اخليه مسلا كده هو. مسلا حابب ان اخليه كده هو. كلام ده كده هو. فاقدر ان انا اغير زي من عايز. الصورة. واعدل عليها. حتى الخلفية نفسها تقدر انت تغير عليها رجل. لو انت جيت هنا حدك يعني لو انت جيت هنا عندك حددت على الخلفية بالمنظر ده كده هو. اقدر ان انا اغيرها. لو انا جيت عليها دوس قادر ان انا اغيرها. من اخليها مسلا خفيفة شوية زي ما تشايف بص. اخفف اللون بتاعها او بتاعها. حرفين اقدر اتحكي في حاجات كتير. الخلفة اللي ورى قدر ان اتحكم فيها. اشيل مثلا اللي هو الايه? اخففها شوية زي ماتتشايف بص. خففتها شوية. الخلفة اللي ورة دي خالص قدر ان انا اصلا غيرها. اجي هنا مثلا عندي على اي حاجة مثلا قدرا ان انا اضيف مسلا هنا под اضيف مسلا خلفة دي ورا اي حاجة تانية خالص بص. ابدلها خالص اخليها مسلا كلون اخر. قدر ابدلو الهارةة. حيث بعد ما خلصت طبعا هنا في حاجة اخرى لو انت حبيت انت اضيف موسيقى طبعا انت عندك تحت انو انت جيت شغلت هتلاقي ان في موسيقى شغالة طب الموسيقى انت مش عايزها بكل سهولة تقدر انت تجي تشيلها بالمنظر ده كده ثم رايح هنا عندك على ميوزيك ومثلا طبعا انا بدلوقتي بتكلم على حزاق رياضي فمحتاج ان انا الموسيقى تكون اسبورت بالمنظر ده اروح جاي مثلا بحث عن موسيقى اسبورت او موسيقى رياضية وطبعا اسمعها انا مش حابب اسمعش الحرام يعني بعد كده راح هنا جاي عندي وسحبها سحبها تحت جده اهو تمام صاري معنى تانية او ادوس عندي على زاق ده هتضاف لوحدة زي ما تشافوت رايح دي ما خلص من وجه القلب ده جميل اهو الموسيقى انتلت بالزبط على اد حجم الفيديو tastyب انا مثلا بحابب اضيف قسم اخر من الاعلان اجي هنا عندي على add soins تمام وبعد كده ادوسеня عندي على plank او ام انا اعمل copy من الشغل بتاعى او ان اختار template اخر يعني شوف ا sabotage ان انت اختار template اخر مثلا نحن بالمنظر ده اختار المسativity ده اجي مثلا اسطح اقول او ايضا الف او ان انا مسلا اقدني اضيف template بشكل مباشر بالمنظر ده كده هو او اقدم اضيف template اخر او اقدر ان ان اكمل على نفس template الي انا الاجي give meof ا kelu Eduardo اكون ادوس�야 할� breeze خيار اسمه اول ما ادوس عليه هلاقي عندي ان هو اضف مرة تانية اقدر عدل مسلا على القسم الاخر ده عشان يكون الان منفصلين وفي القسم اللي في النص ده اقدر ان انا اضيف مسلا احطي مسلا اي انا عايزه تمام اللي هي انتقالات بعد ان اضع انتقالات زي مسلا كده هو الانتقال ده مسلا اروح اجي امشغل واسل حرفين انت قدر تعمل كل حاجة على النواقع ده بعد ما خلص اروح انا جاي عندي على كلمة ان انا اصدر بقى الفيديو طبعا هنا عندك خيارين سبعمائة وعشرين والالف تمانين السبعمائة وعشرين ده طبعا لو انت خطة عادية الالف تمانين ده اللي هو خط يعني اللي انت خطة بزنس او خطة انلمتد فهتيجي هنا عندك على وبعد كده الفيديو بتاعك هيتصدر عندك هنا طبعا مجموعة من الخيارات الاخرى زي اللي انت بتلون وحاجات كتيرة جدا ان شاء الله ممكن اتكلم عنها فيديوهات جاية طبعا بقى نيجي من الخطوة التانية وهو الفيديو نفسه اللي انت ترفع عندك على الانستجرام طبعا عشان تقدر ترفع فيديو على الانستجرام الموضوع بسيط جدا انت محتاج بس ان انت تفتح حساب على الفيسبوك ده اول حاجة محتاج ان انت تفتح حساب على الفيسبوك بعد كده تفتح صفحة اللي نفترض اللي هي الصفحة دي اللي هي مسلا زي صفحة كريزينيب بعد كده تقوم مسلا رياح عندك وانبدل حسابك الشخصي لحساب الصفحة. او مسلا تقدر هنا تيجي عندك على انشاء اعلان بشكل مباشر بس ده مش هيكون احترافي. فانت محتاج ان انت تحول الاعلان بتاعك او مسلا تحول الحساب بتاعك من حساب شخصي لصفحة. طبعا ده انت لازم تفتح صفحة لان انت دلوقتي عندك نظام كامل اسم نظام ميتا. اللي هو الخاص بشركة فيسبوك سابقا يعني. فللاسف الفيسبوك اصبحت اه بتربط كله ببعضه. بعد كده تيجي هنا عندك بالمنظر ده على قائمة. ومن القائمة تروحين رايح عندك على اعلان. ومن الاعلان بقى تقدر ان انت تعمل اعلان على انستجرام. الموضوع حتى مش صعب اطلاقا. اه لو انت يعني انا طبعا مش هينفع ان انا اشرح فيديو كامل عن ان انت زي تقدر تعمل اعلان على انستجرام لان ده هيطول جدا. والفيديو نفسه وصل لواحد وعشرين ديئة. طول جدا الصراحة الفيديو. الفيديو هيطول جدا معي فانا مش حايز ان انا اطول اكتر من كده. بس لو انت جيت هنا عندك واخترت مسلا اي نوع من الاعلانات افتراضا التفاعل. اللي هو المفروض يعني التفاعل عشان انت تقدر تعمل فيديو على انستجرام وخلافه وترفعه وخلافه. هتروح هنا جاية عندك. وطبعا كاتب بقى اسم الحملة والكلام ده كله بعد كده تختار الجمهور والاخ 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 والموضوع خلاص انتهى. انت كده بالفعل عملت ايه? اعلان على انستجرام. بس خلاص. الموضوع بسيط. يعني حتى كمان لو الموضوع صعب بالنسبة لك. تقدر تبحس عندك على اليوتيوب. وتيجي مسلا هنا تكتب اه انشاء. مسلا هنا باللغة العربية. انشاء اه اعلان على انستجرام الفين اتنين وعشرين. تمام? او الفين تلات عشرين. لسه مفيش حد تبقى الفين وتلات عشرين. فانا هتلاقي عندك في دروس كتير جدا. ما شاء الله يعني برك الله في ما عاملين دروس عن ان انت زال تقدر تعمل اعلان عن اه او على انستجرام. لو انت عايزين فيديو خاص اعمل فيه اعلان على انستجرام من البداية للنهاية. قولونا وان شاء الله عمل لكم عنه فيديو. وبس خلاص. انا هنا Aparte انت زال تقدر تعمل اعلان فيديو بالشكل بسيط جدا لو انت بالفعل حابب ان انت تعمل شغليك على انستجرام او على الفيس بوك او على التك توك وغيره. مش فقط انستجرام على فكرة. وانما تقدر تعمل الفكرة دي. عندك مثلا على التك توك. عندك مثلا على الفيس بوك. عندك حتى كمان علي اليوتوبي لو انت جيت مثلا هنا هؤ. تقدر تعمل حتى كمان عندك على اليوتيوب. لو انت حابب تعمل تقدر تعمل يعني مثلا في ناس كتيرة جدا بتستخدم اليوتيوب كنترو او مثلا عايزة تعمل لقنوات على اليوتيوب او على تقدر تعمل حرفين انتروهات احترافية جدا زي ما تشايف انتروهات رياضية انتروهات تعليمية انتروهات العاب او جيمز والخ والخ تقدر انت هتعدل زي ما انت عايز. الموضوع بسيط جدا وحدا نتكلمت قبل كده عن الانترو هسيب لك انا رابط بتاعه بإذن انا موجود تحت في الوصف وكده اكون وصلت لنهاية الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنساش ان تتعمل لايك تترك في القناة وتفعلي الجرس لاني طبعا ده بيساعدني جدا واشوقك على الخير بها بإذن الله الفيديو الجاي ومع السلامة